ماشي اول حاجة تلميذ السادة المسيح قولوهم عمده في الكتاب المقدس مش من كلامك انجيل يوحنى انجيل يوحنى صحاح 20 من اول اية 22 الاساس ده الاستاذ اخوانا جاي يناقش في قلوية المسيح وما يعرفش احنا بنقوم ناقش في ايه ما حضرتك انت اللي سألتني حضرتك انت اللي سألتني انا سؤالي ليك ايه سؤالي ليك ايه حضرتك انت بتقول انت حريك بتقول فين التلميذ اللي عمده باسم الاب والامن وروح الكدس انا عاود واحد من التلميذ عمد بصيغة السلوش التلميذ كلهم هتقول لي عرفت انه هاتلي نص واحد بيقول التلميذ عمده بصيغة اه انجيل يوحنى انجيل يوحنى اية 22 شوفوا عشان تعرفوا ان هو بيفسحنا اية 22 عشان تعرفوا بس ان هو بيفسحنا انجيل يوحنى 20 كم اية 22 اية 23 اهو افضل ايوه اكرأ ولا حركة هتكرأ افضل تمام ولما قال هذا انافخة وقال لهم اكبروا الروح الكدس والايل اللي بعدها منافركم خطايا تكفر لهم ومنسكتهم خطاياهم امسكت لحظة لحظة اوكي تمام فين بقى فين بقى ان هما هنا في الاية دي هوا هنا في الاية دي اسمعني بس اسمعني لحظة اكيد فين بقى في النصين اللي انت جبتهم دول ان هما تعمدوا بالاسم الاب والابن والروح وقودوا حضرتك في النص ده في الاية دي هما هنا ارسلهم هنا ارسلهم وفي حاجة اسمع يعني الكلام ده تقال امتى وليه في اللحظة دي هما ارسلهم ده بعد لما المسيح اتصلب وصعد وصعلهم تاني يا فندم فندم بابتكلم عرب انا فين في النص اللي انت جبت اتنين وعشرين وتلاتة يا فندم انا مش عاوز شرحك انت شرحك انت معلش في الكلمة بالله اشرب ميته انا راجل كتابي بؤمن باللي جاء في الكتاب بس انا عاوز بقى فين في الكتاب ده الكلام اللي انت شايفه ده الاب والابن والروح القدس تعميد حضرتك انا بقول لحظة دلوقتي انت بتنكر الكونتكس او الكلام ده تقال امتى وليه فحضرتك ميفاش تجي تقولي ده مش تفسيري انا انا بس قالت انت يا فندم انا برد عليك يا شيخنا انا برد عليك بروح علي بس بروح علي. انا مش عارف انت متعصب ليه ليه راح ادو شي انت ممتعصب انا هو متعصب علي انا بس عشان مقرب المايك عشان حالك تسمعني عشان المايك عندي بايز بس انا مقرب المايك. لو انا صوت عليه ممكن انا بعد المايك شوية انا بحاول ينكر الكلام ده تقالي امتى اصلا انا اصلا ما يفعش اجيب اية من اي كتاب وقول لك بس الاية دي انت ما عارف تفسيرها او عارف الاية انت سمعني اذا بيشو 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 يعني انا قاعد اتكلم المايك مغفول الله واضح ان انت شخص محترم ومهذب وده والله يعني وجودك معنا يتساعد فانت اعتبر ان انت اعتاد مع اصدقاك يعني حتى الصوت لو عري مش بمعنى ان هو بيزعلك انا مستعلم منك انا مش عشي اتعصب مني انا عايز اتكلمني بعدت اجيب له لمون بعدت اجيب له لمون وهيبقى هيبقى تمام وهتبقى قاعدة مية مية ده بقى اصبع بقى اتفضل شيء اول مشكلة اول مشكلة بص ده انجيل متى كام انا مش شايف سويني اقرب شوين متى عشرة اهوة هافتاع اكبرلك الشاشة حاطئة اه شكرا ده متى عشرة اهوة اقرأ كده لو سمحت اما اسماء الاسنى عشرة صورة فهي فهيها هذه الاولى سمعنا الازي يقول له بطرس وعندروز اخوه يعقوب بن زبدي ويوحنى اخوه حلو كمل اه سمعان القانوني يوذا الاسخريوتي الذي اسلمه حلو ها اولى الاسنى عشرة ارسلهم يسوع واوصوهم قولا الى الطريق الامم لا تمضوا الى مدينة للثمانين لا تدخلوا استنى بقى هنا استنى بقى هنا استنى هنا انت قرأت بقى في الاسماء التلميذ الاسنى عشر اللى قالهم ماتة في اول انجيل ماتة عشرة اوز زى ما انت شايفهم كده قرأت لوقة مين قالي ما قرأتش لوقة قرأت مرقص يبقى لا لوقة ولا مرقص من تلميذ المسيح دي المعلومة اللى انت اعترضت عليها في الاول ماشي حضرتك مين بقى لوقة ومرقص لو حدك تقدر تقول لي دي معلومة تانية بعدين اقول لك عليها بعد ما خلص النقاط اللى انت طرحت اكيد ما فيش المشكلة يبقى اول نقطة انت حضرتك تتعلمها معانا النهاردة ان مرقص ولوقة مش من تلميذ المسيح لا الكلام ده مش مزبوط لا حول ولا قوة الا طب ايقرأ تانى ما انا قرأت انا مش اقرأ تانى انا حرج بتقول لي دول مش تلميذ فقول لي مين دول انا قرأت طيب فين لوقة وفين مرقص ماشي قل لي مين لوقة ومين مرقص قل لي مين لوقة ومين مرقص مش حرك انت اللي بتدعي كده صح قل لي مين لوقة ومين مرقص لا لوقة لا لوقة قبل الرب يسوع ولا شافه ولا مرقص لا قبل الرب يسوع ولا شاف ماشا شفنا قل لي قل لي بقى مين دول انا بتكلم انا بتكلم انا جبتلك اسماء التلاميذ الاسنا عشر وقلتلك هم مش منهم. اتفضل اثبت ان هم منهم. حرك انت اللي تقولي انت اللي اتعايت. انا جبت اسماء اللي اتنشره هو. طب انا نجيب اهلي. طب بصة. بيشو 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 بيشو. الحتة ايه ايب عملك حاجة. هو. الحتة. بص طب ان هستهيلها لك سيدها. حضرك قلت اذهبوا وعمدوا باسم الاب والابن روح الكورس. مين المفروض يقولهم يزابوا. هيقول التلميذ الاثنى عشر صح? الشيخ جاب لك الاثناشر تلميذ اهم. مين فيهم هات نص واحد يقول ان الناس دي اللي موجودين في النص ده اه عمدوا اي حد. الحاصية صفر والله مفيش والله العظيم فيه. هو بيقول لي. والله ما حد عمل بس. هو بيقول لي اصلا عارفه اقول لك حاجة مرقص ده اللي هو عمد وبشر في مصر. هنا في مصر. ولا مرقص نزل مصر ولا شاف نعم. اقول حاجة بس انت معلوماتك مخطوطة. نقطة بس سر يا واحدة بس اهو احنا بنسمع. اسمع 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 بس اخونا واحدة اسمع. اكيد. حضر. معلومة بس او نقطة بس يا حابب ان انا نبه ليها. هو بيتدعي ان لوقة وبولوس تلميذ المسيح. هو بيطلبك يا شخمعود بالدليل. والمفروض زي ما احنا عارفين البينة على من الدعي. حضرتك يا وصيد بشوي اللي بتدعي انه لوقة تلميذ المسيح. فالمفروض انت اللي تجيب له الدليل انه لوقة تلميذ المسيح. مش هو اللي بيقول لي. هو بيقول لي اسألي بس. هو بيقول لي انه ما بشتريش ساد المسيح. خلاص. ما هون بنتي انت بتسبيت. انت بتقول لي اي هم تلميذه. مين هو? انت بتقول لي هم تلميذ المسيح صح? مين قال ان مرقص مكانش من تلميذ ساد المسيح. لا حول. يعني انت بتدعي الان ان مرقص. ان هم من تلميذ ساد المسيح. انت بتقول ان مرقص من تلميذ المسيح صح? صح. بدليل ان هو هو اللي كتب. اهاتها يلا من الكتاب المقدس. يا شيخنا يا شيخنا. مين اللي كتب انجيل مرقص? ازاي حد هيكتب انجيل من غير وحي من الروح القدس. بالعلى كده. يا عم انت بتدخل نفسك في مواضيع تانية خالص يعني. مش مدخل يا شيخنا مش مدخل. اسمعني بس اسمع بس لو سمحت. اسمع بس. اكيد اكيد. انت دخلت نفسك اخسم بالله في معنقات انا ما انا عاوز اترحم ولا اتطرق اليهم. انا عاوز ارجعك للموضوع الاصلي اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اكيد. انت بتقول ان مرقص من تلميذ المسيح صح? مم. اول دليل هو كتب الكتاب مقدس بنفسه. لا ده مش دليل انا عاوز من الكتاب المقدس نفسه زي ما انا جبتلك مات عشر اهو بص بص بص. مات عشر اهو اهو شايف? مات عشر اهو اسماء اللي اتشر تلميذ. في الاسماء اللي اتنشر دول مقص. مش موجودة. انت بتقول ان هو منهم. اتفضل اسبي. ماشي اول حاجة ازاي مرقص هيكتب الانجيل وهو من غير وحي الروح الكدس? هل مرقص كتب في انجيل وانا بكتب بوحي من الروح الكدس? هو يعني هو في اي حد هيجي يكتب انجيل يقول ان هو من من عليه الروح الكدس هنصدقه? الراجل لازما يكون مضمون كتابه ان هو بكتب بوحي من الروح الكدس. اي اي اصح ازاي حد ازاي ازاي سنى المسيح? هيبع حد. انا ما بفتحش. اكيد اي حبيب. في انت حباب المقدس الاستاذ مرقص من تلميذ المسيح. تمام. كورنسوس اربعة عشرة. كورنسوس اربعة اي عشرة. اه. طيب حاضر. اه. طب ويا ريت يا بيشو بعد اذنك لو معاك وراء وقلم. لو معاك وراء وقلم. وتدون بعض النقاط. طب الدول دي بالزبط ستلت سوالة. معلش معلش يا شيخ ناجيب وراء وقلم برضو. عشان احنا الحوار مثل للانتصار. الحوار لبعرفة الحق. ربما ربما يكون فيه نقاط يا استاذ بيشوي. انت مش عارفها. الشيخ معاوض اه رجل باحث في المقارنة الاديان من سنوات طويلة. واحدة الاستاذ بيشوي واضح عنده مغالطة. كدر بتصرف بي طبعا. حقيقة الله شيخ ياسر. حقيقة الله شيخ ياسر. نور الدنيا. ايقل عميات. حسنا. يا حبيب. ماشي. ماشي. طبعا وتنويه بسيط. بولوس يستثنى نهائيا من عملية التعميد. لانه هو بنفسه قال بكورينفوس الاولى لان المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر. وبيقول لك انا عمدت كريسبوس وغايوس فقط وعقلت ستيفاناس. مش. بكورينفوس فا يعني انسى بولوس. بشوي. ايوا. كورونسوس كام. كورونسوس اصحاح اربعة اي عشر. كورونسوس كام الاولى ولا التانية? كورونسوس اصحاح اربعة اي عشر. عشر. فضل اهوت. اه. فضل. يسلم عليكم. يسلم. يسلم عليكم اه 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 الماقوس معي. وماركوس ابن اخت برنابا. ماشي. ومين? ماركوس ابن اخت برنابا. تمام عسل الذي أخذتم لأجله وصياه أن يأتي إليكم فائد قانون الذي أخذتم لأجله وصياه معلش أن العربي بتاعي مش قد كده على وزولي أنا يسح هنا مرقص اللي هو مرقص اللي كتب جيل مرقص سؤال بقى سؤال هنا مرقص ده كان مع مين مع مين مين كتب الرسالة هو اللي كتب انجيل مرقص بنفسه مين اللي كاتب كولوسي بولس هو اللي كاتب كولوسي يبقى مين مع مرقص كان مع مرقص كان مع بولس يبقى ما شافش المسيح بقى لا شاف المسيح اثبت لي بقى انه شاف المسيح فين بقى لأنه هو أنا جيل حشرح واجه تكون عالف ها دي شهادة شهادة الناس اللي كانوا مع مع السيد المسيح دي كانت ما ينفعش ان السيد المسيح يبعت حد او يخلي حد يكتب انجيل من غير ما يكون هو بعض استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله استهدى بشوي انا وانت شووت عيان اوكي اوكي ح 나올اج بتقول ان هم مش هما ما كنوش مع السيد المسيح فين بقى اللي بيقول انهما مش مع السيد المسيح ما هو كان مع بولس ماشي حل ه الو حضرتك بولس هو حل لما هما لما مرقص برقص مع بولس حل ده بينكر انهما ما كنوش موجودين مع السيد المسيح اخوانا مضيع والله مني والله مضيع خالص يا شكرا انا مش ضيع اتعالوا بطولهم هما مكنتش معاه ما تجبهاش عليها استهدى بالله استهدى بالله انا عاوز نص من الكتاب المقدس يقول مرقص تلميذ يسوع حضرتك هو كان كاتب اللي هو شافه هو كان من اتباع الساد المسيح يا عم مليش فيها من اتباع الساد المسيح فان بقى مرقص من اتباع الساد المسيح هاتهالي لان هو هو اللي كتب حرك الاناجيل هي شهادة الاربع مش لازم يكون مش لازم يكون من التلاميذ مش لازم عندكم انتو كمسيحين مش لازم مين قال ان هو الكنيسة القبطية الارثوزوكسية الكاثوليك البروتوستانت مؤمنين ان مرقص مش من تلاميذ المريح التلاتة ماشي مين قال بقى ان هما مكادش بوجود مع سيد المسيح اما الاناجيل اتكتبت انا مش متذكر او ظن مش عارف الطريق بالزبط بس اتكتبت بعد لما سيد المسيح انصال ابو ايام وبدوا يبشروا فاتكتبت بعدها فترة لان هما كتبوا الشهود والحاجات اللي هم فيها فعليك بتقول ان هما مكادش معاه ازاي حد ما يكتب حاجة هو ما شافهاش وهو مكادش مع سيد المسيح اكيد اول انجيل المكتوب هو المرقص اول انجيل اتكتب اتكتب على رأس سنة ستين يعني بعد رفع المسيح بحوالي سبعة وعشرين سنة برضو دي مش قضيتها فعلي انا ما عارفش الارفة من الصراحة كنا عايش بس انت بتربط الكتابة بان هو لازم يكون تلميذ مين اللي حط الشرط ده مش موجود مين قال كده هو سيد المسيح قال لهم اقبلوا الروح الكدس بعتهم بعتهم يا عمي اسمع بس طب انا انا خلاص سيبك من النقطة دي عشان انا انا مررت اربطت فاعة ارجع بس للنقطة بتاعت الاولى انا سألتك سؤال واحد من التلاميذ عمد بصيغة الاب والابن والروح القدس كل التلاميذ اللي عمده اي حد بيعمد حيا الله سواني الاستاذ بشوقي بس تتسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله حيا الله الشيخ سعيد حيا الله حبيبنا الشيخ معوض الغالي حيا الله استاذنا الجميل واستاذ نصيف حيا الله دكتورنا الجميل الدكتور احمد الشامي حيا الله اخونا اليوناني بن رشد الجميل الفيلسوف حيا الله اخونا اخوات جميعا ربنا احفاظك الله يحفاظك احمد الشيخ يا السلام الله يحفاظك اتطرحك حبيب الله وبنور الاستاذ بشوي بس عايزك تسمع بقلبك بلولك سدالي بلول حضرتك بقلبك الله عزك بشوي وتنسى يعني مع الدكتور مع الناس اللي موجودة معاك على الجسد الناس دي يعني انا بحسد نفس الناس اللي قعد معاهم يعني ده جد والله فحاولت تستفيد انا سدالي باستفيد انا هو حتى هو معرفته اكبر مني هو حافظ تباريب انا ما حافظ لجد الناس ايات فانا بتشرف بيه سدالي انت حافظ بي بتعلم منه على طوال اه 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 بنحفظك اسفعه بس هو ما عايزين واستمروك لي ايه لانه مش حاجة يقل لي من نفسه ويدلس عليك هو طالما قالك معلومة يبقى هو بحافها كويس ووصل لك بحثه فيها اه فاعمني اه انا بس عايزك تسمع وكلها بنستفيده من الحوار الجميل دوت ومن حد محترم زي حضيتك بيبقى شرف ان يكون موجود شرفيا مش انا حزف عقاك او بس ملاحظة بسيطة بس يا اخوان يعني هو بس مفروض من نص هذا اللي قرأه هو بكلوسي يفهم انه بولوس بقول انه بسلم عليكم اريستارخوس وماركوس اللي هن معي بالاسر وبوصيكم بأمركم انه لما يجيكم تستضيفوه يعني بحرارة طيب بالله عليك تلميذ للسيد المسيح عاوز توصية من احد لان السيد المسيح قال لهم لما بعثهم قال لهم اللي مش هيقبلكم انا مش حافظة لاقيه صراحة الممكن اجيبها لك رحناك حاقك مش اللي مش هيعجبكو او اللي مش هيتقبلكم تمشوا وتسبوه طب اوكي حل انا اروح اكتب مسلا اروح اكتب شهادة عيان ومش موجود في الحدث يا عم المسيحيين شاهد عيان الله يهديك المسيحيين بيقولوا ان مرقص ده هو تلمس بطرس صخرة الكنيسة وهو كتب اللي بقى اوصاه به بطرس يعني بينه حدراك انت ممكن تقولي العكس او تثبت كلامي غلط يعني. ماشا استنى بس انا جاي بس واحدة واحدة والله هثبت لك كل اللي انت بتقوله غلط واحدة واحدة. بس علي. لما عندك دليل? كنت عايز اقول حاجة يعني. ماشا هو اول حاجة بس انا قلت لحضرتك انه البينة على من ادعى. انت عايز تقول ان مرقص ولوقة سواني بس خلاص كلامي بعد اذنك. اكي. عايز تقول ان مرقص ولوقة كانوا تلميذ للمسيح فلابد ان انت تجيب دليل. الدليل انت تجيبه ده بيقول ان هو كان مرافق لبولوس وما كانش تلميذ للمسيح او شاهد عيان على احداث المسيح. علماء الكتاب المقدس مش ان حضرتك ارثوذكس برضو? اه مجموع. الارثوذكس. عموما علماء الكتاب المقدس وعموما من جميع التواف بيأكدوا ان لا لوقة ولا مرقص كانوا تلميذ للمسيح ولا كانوا شهود عيان. دي او دليل على هذا الكلام. الاب متى المسكين. في شرحه لانجيل متى. بيقول في صفحة 17. كتب بيد رسولي. هما القديسان متى ويحنى. اه والاول القديس متى يقال انه كتب انجيله قبل الجميع. دي او الشاهد عندي. تاني شاهد في كتاب وعنوان اساسيات في الكتاب المقدس. للمطران سليم الصائغ صفحة ستة واربعين بيقول. لم يكن مرقص تلميذا للمسيح. ولم يرى المسيح ولم يسمعه. وبعدها بيقول كان لقى تلميذا ومعاونا لبولوس. رافق بولوس في عدد من اسفاره. فعلماء حضرتك بيأكدوا على ان خصيص صارك فصل. صارك فصل. معلش اخر حتة. من اول علماء. ايه ايه انا وفكة معلش. ايه ايه انا 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 ذكرت لحضرتك شاهدين انا 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 ذكرت لحضرتك شاهدين دلوقت. لقى متى المسكين وهو عالم ارثوزوكسي معروف. والمطران سليم الصائغ تأحد. شو تأصل تاني. اه انا سي على كلام ممكن نجيب لك كرام الاباء لو انت حابب بيأكدوا على انه لا مركز عيان ولا ان لقى كان شاهد عيان. انا والله العظيم انا عندي استعداد. بص بص استاذ شايف اوريك اهو. مس جوة انا اتصرف بحضرك احرك مسقف عني بكتير. ده مدخل الى العهد الجديد كاسوليك ده مدخل الى العهد الجديد ده برضو مدخل الى الكتاب المقدس ده العهد الاديم ارثوزوكسي. ده عهد اديم واثنين عهد جديد. ده مدخل الى العهد الاديم. ده قصة الكتاب المقدس. ده المرشد الى الكتاب المقدس. ده معاجم الجديد. ده ارثوزوكسي. انا ممكن اطلعك من اي كتاب فيه من الوقتي المعلومة ان مرقص ما كانت شاهد غيان ولا لقى شاهد غيان. بس احنا نضيعش. طبعا اسأل في النقطة دي تاني. انا كتاب عنا. ما ناسع عنا. اهو. طيب. بص بقى. مشكلة الكبرى عشان تتقيه. معلش في. اخونا وان لسه ماشي. هو بص حالك هو استاذ وان حضراتك السوطة عندك بيفتل. انا مش سامح. اخونا وان. مش عارف عندي. بس ولا لقى. ده كتاب ده راجل كاثوليكي اهو. الكتاب اسمه ايه? اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر. صفحة اربعة واربعين. وخدبال حضرتك بيتكلم عنه المعمودية. ام. المعمودية باسم الاب والابن والروح القدس اللي هي في متة كم? متة سبب تمانية وعشرين. حالو. ازهابوا وتلميزوا جماعة الامة معمدهم باسم الاب والابن والروح القدس. يرجح مفسره الكتاب المقدس. من اللي بيرجح الناس اللي بتصر الكتاب المقدس مش اي حد. ام. هذه الوصية اللي وضعها الانجيلي على لسان يسوع ليست من يسوع النفسه. خل سكرين شط للمرجع ده عشان تتأكد منه. ثانية واحدة. انا مسد حضرتك يعني انا مش كزب حضرتك. اه. يعني ده مش كلام من المسيح مع اسم الاب والابن والروح القدس دي. بل هي موجز الكرازة التي كانت تعد للموعوزين للمعمودية. في الاوساط اليونانية. فالمعمودية في السنوات الاولى من المسيحية كانت تعطى باسم المسيح. تعالى نفتح بقى الكتاب المقدس عشان نتأكد من كلام الرجل ده. لانه بيجيب من الكتاب المقدس. طبعا. فين? فاعمال الرسل اتنين تمانية وتلاتين. واعمال الرسل عشرة تمانية واربعين. سانح الشاهد. اعمال الرسل كم? اتنين تمانية وتلاتين. الرسل اتنين. اعمال الرسل اصلا هي ده سيرة التلاميذ بعد المسيح. ام. تمانية وعشرين اصحاح اللي هي اعمال الرسل كانوا بيكرزوا فيهم وكانوا بيبشروا فيهم وكانوا بيعمدوا فيهم. ما فيه ولا واحد من تلاميذ المسيح عمد باسم الاب ولانه الروح القدس. بيعمدوا باسم المسيح. او باسم يسوع المسيح. باسم الرب يسوع او باسم يسوع المسيح. ما فيش اكتر ما فيش لا الاب ولا الان ولا الروح القدس. طب الاية كم علش عشان افتحها اعمال رسل. تمانية وثلاثين. تمانية. فتح تويت. واعمال الرسل عشرة تمانية واربعين. عشرة كم? عشرة كم? تمانية واربعين. تمانية واربعين. واعمال الرسل تمانية ستاشر. اعمال الرسل تمانية ستاشر. اه. وتسعتاشر خمسة. عباية ده الرسول. سعتاشر خمسة. قبلك الان كتاب ارثوزوكسي اهو. طبعة المحبة. الكتاب ده عندي هنا هوت شايف? جنب ايدي كده. انا صد حضرتك اهو. انا صد حضرتك ايش بحتاج توريدي انا صد حضرتك. اهو الكتاب هوت امامك صفحة رقم مية. كتاب تاريخ الكنيسة ليسابي القيصاري. بيسموه ابو التاريخ الكنسي. بيمثل اقدم شهادة للنص ده. الراجل ده اقتبس النص بتاع متة تمانية وعشرين تسعتاشر عشر مرات في الكتاب ده. عشر مرات. ما في ولا مرة فيهم قال باسم الاب والابن والروح القدس. كان بيقولها بايه? بص كده. ايوة. من قضل اليهودية خل سكريل? او انا بحاول اكبر بس انا بقعرف شوية. اهو بص. يا مش كده بس من التيك توك ما بعرفش عامل زوم زي يعني الكورد ينفع عامل زوم يعني. شوف كده? ده الفصل الخامس حصاري اليهود خير بعد المسيح. اهو. في النص بالضبط اهو فقد ذهبوا الى كل الامم اللي هم التلاميذ. ليكرزوا بالانجيل معتمدين على المسيح اللي قال لهم ايه? اذهبوا. شايف كلمة اذهبوا? شايف. شايف اه. 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 وتلميذ الجماعة ايه? باسمي. باسمي. بقالتش باسم الاب ولا الابن ولا الروح القدس. شايف? ساعم. تمام. ده ارثوزوكسي. دي طبعة مكتبة المحبة. ارثوزوكسي. انا عندي بقى شاهدين كمان. بص. ارثوزوكس. اوكي بس سؤال بسيط. ايه اللي هو زمان خالص ولا لغاية دلوقتي? لا. الكلام بتاع المسيح فترة بتاعت ميت الاولى. اوكي. الفترة القديمة. اه. الفترة بتاعت الميت سنة الاولى. لان بعد الميت سنة الاولى اتغيرت الصيغة. اوكي اوكي اوكي. اهو. المعمودية الماء والروح ده لأسناسوس المقاري. الرجل ده كان يستحقه هو اللي يقعد على الكرسي الباباوي. مش غيره. لانه اغزر انتاجا واكسر علما ومثلميز الاب بمتى المسكين. في صفحة رقم ستة وعشرين هوت. وانا عامل عليها اخد سكرينشوت. اكيد. كانت المعمودية المسيحة في الكنيسة الاولى تمنح باسم الرب يسوح. ما فيش لقاب ولا ابن ولا روح قدس هو. على اساس نصوص كثيرة من سفر الاعمال اللي انا ادتها لك. ولكن منذ نهاية القرن الاول يعني بعد ميت سنة من المسيح على اكثر تقر اصبحت المعمودية تمنح في كل مكان باسم الثلوث القدس الاب والابن والروح القدس. وهذه الحقيقة المؤكدة. يعني بعد ميت سنة من المح بدأوا يغيروا الصيغة. انما المسيح ما قالش الكلام ده لما كان على الارض. فمعنى كده ان النص اللي موجود في المحرف. محرف. محرف. اه. فدي كان تحريف. اه خد. خد كمان بقى الرجل ده في كتاب تاني. اقموا محضرات في لوتورجية الكنيسة الاسكندرية. بيقول. مين الاثر طيب. في صفحة 148 نفس الكنيسة. لا الاثر للكتاب. بيسموه الكاتب. الكاتب اسم ثاناسيوس المقاري. اثاناسيوس المقاري. اوكي. لم يكن. اثاناسيوس المقاري. اه. الجزء التالت من محضرات لوتورجية كنسة الاسكندرية. وده شعار كنسة القبطية اقسية. هو مش شعار بس يعني. ماشي. اه اه. او ده كتابة. لا لا كتبه دايما معتمدة من الكتاب. اه ده عشان كتاب قديم بس. اه عشان كتاب الان. اه. صفحة 148. بيقول ومنذ نهاية القرن الاول بيحي. يعني مئة سنة من المسيح. على اكثر تقدير لم نعد نسمع ان المعمودية المسيحية تمنح باسم الرب يسوع. او تمنح باسم المسيحة. ناخد الصفحة بعدها. اهو. 49 او فوق. بل تمنح في كل مكان باسم الثالوس القدوس. الاب والابن والروح القدس. وهذه الحقيقة المؤكدة. اي حقيقة ان المعمودية تمنح باسم الثالوس القدوس. قد دفعت كثيرين من اللاهوتيين. الى تفسير النصوص الواردة عن المعمودية في السفر الاعمال. او في بعض رسائل القدس بولس الرسول على انها ليست صيح للمعمودية. لكنها تهدف الى التفريق بين المعمودية المسيحية. وتلك التي كان يمارسها يحنى المعمدان. يعني بيأكد على نفس المعمدان. اه ما هو. اه دي صح كما يحنى المعمدان ما كانش بيعمل التلميذ. لان يحنى يحنى معمدان. هم عشان يفرقوا بين اتنين. اه. شايف بقى كل دي شايف كل دي مراجع بتقول وفيها مراجع انجليزية كمان. لو انت بحذر. اي اه اه لو في انجليش عشان الانجليش. اه اه اتفضر. اه اه اه. اتفضر. اه. اده اسم كتاب. اقفل الكتاب. اه اده اسم كتاب. اه اده السنية واحدة اكبر لكة سوريام دينالس أظنني ده بردستانت أظنني ده بردستانت والله أولاً أزامي ده مع تيك توك أه مش عارف عام تيك توك شوف كده خد ديك سكرين اوكي لا أحد لا أحد يمكن أن تقول بردستان من ماتيو بردستان من أنا مشايف لوجيكال فورميلا لا أحد يمكن أن تقول لأولين هذه المساعدة ماتيو بردستان 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 لأولين بردستان بردستان BiUR in the name of the Father In the name of the Father The name of the Father, Son and Holy Spirit want It's itself Its itself ان الان هي كانت لا يستطيع احد ان يقول لا يستطيع احد ان يقول ان اصل هذه العبارة من متة هناك مؤشر من هذه العبارة نفسها والتي تجعل التعمل باسم الاب والابن والروح القدس انها جاءت من اصل متأخر عن كهنوت يسوع. يعني مش من كلام المسيح. جاءت بعد المسيح. ده ده انجليزي. عاوز غيره. عاوز غيره كمان في ده. خل سكرينات بقى. مش هتبقى احسن حاجة بس انا مصدى حضرتك كده كده يعني. كل دي مراجع بتتكلف في نفس الموضوع. يا يا يا. وعندي عربي بقى عربي كتير. سواء كانوا كاثوليك او بروتوستانت او ارثوزوكس. يعني خليف واق فانا ما عنديش مرسة. السلام عليكم. عليكم يا شخ معود. عليش اخب شوية اخبار حضرتكو ايه. اخبار حضرتكو ايه. اخبار حضرتكو الدكتور احمد. اهلا بك شر. اخبار حضرتكو. اخبار حضرتكو. اخبار حضرتكو. بس انا هذكرها لك لله. اكيد اكيد. انتو دايما بتعتمدوا على النص ده في تثبيت الثالوث وبتقول النص ده الوحيد اللي بيثبت ان التلاتة واحد. ازاي تلاتة واحد ما هو قال باسم الآب والإن ونروح القدس ما قالش بأسماء صح ولا لأ. طيب خد خد المفاجأة. قول. الكتاب المقدس على طوله. اهو. ده النص اهو فوق اهو باسم. جات مع الاب والابن وروحوا القدس جمع. باسم مفرد وجات مع الجمع. يبقى هم واحد. صح? هو حركت انت عربي مش مش ماشي ماشي ما انا بكلمك في الكتاب المقدس العربي اللي بن ايدي. ايو. اما حضرتك لو في في موضوع الجمع والمفرد حركت ترجع للجريك. ماشي ماشي ما هو النصوص اللي انا بديها لك دي بقى ارجع انت برحتك لجريك ومعنا الاستاذ ابن رزد اه عالم من علمائي اللي جريك. لو في حد في الميك يا ريت يوضحني النقطة. اه موجودة هو. بص يا انت. باسم مفرد جات مع جامعة هي. شايف? زيها بالضبط في الملوك الاول تمنتاشر خمسة وعشرين. اقرأها بالسبعينية. قال لك باسم عليكم. اوكي اه في بس نقطة اه اه او العهد الجديد كتب بالجريك اللي هو اليوناني. والعاهد القديم اتكتب السبعينية بالجريك برضو. في في حسب معلوماتي ان في. النص الاصلي عبري طبعا بس ترجي ما ترجي ما في القرن الثالث قبل الميلاد يعني كانت هاي الترجمة للسبعينية اليونانية. اه طبعا. اترجمة للعهد القديم. اه منها خمس مجلدات. بس هي حال بقى في 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 الورجين او في النص الاصلي. انت بقى اكتب اكتب اللي انا بقدهولك ده وبقى راجعوا براحتك. اكيد اكيد. اه بص في الملوك الاول. طبعا انا هاخد سكرين شوت لو حرك بس اه هاخد سكرين شوت على طول بدل مكتب كله. اهو. بس. اهو. في الملوك الاول تمنتاشر خمسة وعشرين باسمتكم جمع. في التسمية تمنتاشر عشرين جات باسم مع آلهة جمع برضو. اوكي. تحت هو في يشوع جات اسم مع آلهتهم برضو جمع. فعادي جدا الكتاب بيقول اسم وتجي مفرض مع الجمع اللي جاي بعدها. طب سؤال بالنسبة العربي بما انا احرارك اكيد درس عربي يعني. بالنسبة العربي هل ده خطأ لغوي? لا لا مش خطأ لغوي. يعني في العربي فيش مشكلة. لا لا. المعنى ايه? المعنى ازهاب وتلمزه جميع الامم الاصلة اصلا في الكلام ان هو ازهاب وتلمزه جميع الامم باسم الاب وباسم الابن وباسم القدس. بس عن التعريف بتوصان عن الاسهاب. بس لحطة اللغة عربية بالحطة ده دكتور اه معوض. طب اتفضل يا شيف. بس هك. اه باسم ده اللغة عربية بيبقى اه اسم ده مضاف. اه مفرض مضاف. اه مفرض. يعني عندنا قصة نقول باسم الله الرحمن الرحيم. باسم الله الرحمن الرحيم هنا معناها بكل اسم من اسماء الله التي منها الرحمن الرحيم. اه. لان المفرض المضاف بيفيد العموم والجمع. يعني مسلا بいいه وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله. نعمة مفرد مضاف. هل هي نعمة واحدة ولا نعم كتيرة. نعم كتيره. بدالين وبنقل في ما ترجع له الله؟ بدالكون لله. لا. الا بداين كمان وبنقل ايه? فلا%. فلا تحصوها. وانت عدوا نعمة الله فلا. ايه? فلا تحصوها. مش مش هتحصوها. فلو نعمة واحدة ما هتحصيها. انما ده zeros غا نعمة. فالمفرج المضاف خدت بالك وكذلك يعني استيغ العمون كتير من المفض المضاف لو جاء المفض في سياق الشرط زي وانت عدوا نعمة الله في سياق النفق وما منكم النعمة فمن الله نعمة هنا يعني نعم الله مش نعمة واحدة فهنا لما يقول باسم الآب يعني باسماء الآب والابن وروحه كله ليه لانه مفرد مضاف اضيف الى اكثر حتى لو اضيف لشيء واحد بس لو قلت باسم الله مش مقصود بيه ان باسم واحد من اسماء الله بذي انه قال بعد ايام الرحمن الرحيم فباسم الله يعني بكل اسم من اسماء الله التي منها الرحمن الرحيم الدكتور رقم نصول حقيق اضافة سريعة في النقطة دي انا لو قلت لك خد توقيع الاستاذ بشوي والاستاذ محمد والاستاذ معوض هو كلمة واحدة هي بس هم ثلاثة توقيع ما انا فهم اهو صح وارك صح انا بس بس اقلوا هل دي مشكلة لغوية في الكتابة العربي اصلي لو انا هرجع الكلمة فهرجع للنص الاصلي فهرجع بس هل في مشكلة هم ترجموها ترجمة حرفية صحيحة هم ترجموها ترجمة حرفية صحيحة بس النص اضيف في قبل زمن انا بحرك عن نص يعني اعرف نفس اعرف عرف جيوس اعرف اللهم اليهود